أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان بعد الرد الأولي لحزب الله على انفجارة أجهزة البجر واللسلكي التي أسقطت قتل وجرح قبل أيام أضاف جيش الاحتلال أن الضربات ستستمر وستزيد حدتها ضد حزب الله لافتا إلى نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة وأنها مستعدة تماما لإحباط التهديدات توتر متزايد وتصعيد متواصل شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة على خلفية الضربات المتبادلة بين عدوان إسرائيلية على الجنوب اللبناني والرد من جانب حزب الله بقصف شمال إسرائيل في هذا الإطار أعلن حزب الله اللبناني استهدف قاعدة ومطار راما ديفيد بعشرات الصواريخ وذلك من طراز فادي واحد وفادي اثنين للمرة الأولى التي يستخدم فيها هذان الطرازان من الصواريخ كما أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها قاعدة ومطار راما ديفيد خلال الصراع الجاري حزب الله أعلن أيضا أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا وذلك في رد وصفه بالأولية على تفجير الألاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله اللبناني أطلق نحو مائة وخمسة عشر تهديدا جويا تجاه مناطق مدنية في شمال إسرائيل لافتا إلى اعتراض عدد منها في منطقتين حيفا والنصرع جيش الاحتلال أضاف أنه قصف أهدافا لحزب الله في لبنان بعد الرد الأولي للحزب على انفجارات أجهزة البيجر واللسلكي التي أسقطت قتل وجرح قبل أيام وأكد جيش الاحتلال أن ضربات ستستمر وتزيد حدتها ضد حزب الله اللبناني لافتا إلى أنه تم نشر تشكيلات دفاعية في المنطقة وأنها على أهبة الاستعداد لإحباط التهديدات هذا ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود منذ أكتوبر الماضي بعدما فتح الحزب ما وصفه بجبهة إسناد لأهالي قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي على القطاع